أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في الحديث الثاني من باب السعادة والشقاء من كتاب الكافي الشريف في هذا الحديث يسأل السائل يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن سبب شقاء البعض وسعادة البعض وأن الأشقياء هل هم مجبورون على شقائهم بحيث أن الله مثلا قدر لهم الشقاء فلا يتمكنون من تغيير هذا التقدير ولماذا إذا كان هذا التقدير أي سبب له وكيف ينسجم مع العادل وكذلك بالنسبة إلى السعادة لماذا كتب الله البعض سعداء وبأي حكمة كان ذلك فحاصل جواب الإمام أن شقاء كل إنسان أو سعادة إنسان آخر إنما هو بسوء اختيار الشقي وبحسن اختيار السعيد والله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بما سيحدث في الكون إذا من الأزل يعلم بمن سيكون شقيا بسوء اختياره ومن يكون سعيدا بسوء اختياره وليس علم الله سبحانه وتعالى الأزلي سببا لاختيار الناس صحيح إن علم الله لا يكون جهلا لا ينقلب إلى جهل لكن الله يعلم بأن فلان سيختار المعصية وسيشقى بسوء اختياره وأن فلان سيختار الطاعة وسيسعد بحسن اختياره من الأزل الله سبحانه وتعالى يعلم كل هذه التفاصيل وليس علمه سببا لاختيار الناس في الحلقات الماضية مثلنا هذا المثال لتقريب الفكرة إلى الذهن المعلم في أوائل السنة يميز بين التلميذ الشاطر من التلميذ الكسول فهو في بداية السنة يعلم بأن هذا التلميذ الشاطر سينجح في الامتحان وأن هذا التلميذ الكسول سيفشل في الامتحان هل علم الأستاذ كان سببا لنجاح الذكي الشاطر وسببا لفشل الكسول كلا علم الأستاذ ليس سببا لأعمالهم وإنما أعمالهم ذاك الشاطر بحسن اختياره نجح وذاك الكسول بسوء اختياره نجح زيان هذا الأستاذ من أين علم لأنه راقبهم لأيام في الأيام الأولى درسهم كذا علم بالشاطر من الكسول الله سبحانه وتعالى علمه عين ذاته علمه أزلي لأن ذاته أزلية فلذا هو من الأزل يعلم وعلمه لا يتغير يعني يقع ما علمه أزلا المعلوم سيقع حتما لأن علم الله لا يكون جهلا لكن علمه سبب لاختيار الناس كلا يعني فرعون لو كان يختار الإيمان وكان يموت مؤمنا الله من الأزل كان يعلم ذلك لكنه لم يختر الإيمان ومات كافرا فالله سبحانه وتعالى من الأزل كان يعلم بذلك فإذن علم الله لا ينافي اختيار العبد وليس سببا لاختيار العبد ثم إن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق قدر حل التقديرات التي قدرها الله سبحانه وتعالى ستقع هذه التقديرات على قسمين تقدير محتوم لا يتغير هذا مطابق لعلم الله الأزلي وهناك تقدير آخر يتغير بالدعاء بالصدقة بالطاعة وعكسه في المعصية مثل قوم يونس قدر الله عليهم العذاب ثم تضرعوا فغير ذلك التقدير إلى تقدير آخر ومتعناهم إلى حين وهذا هو البداء الذي مر تفصيله فيما مضى فإذن الله يقدر لكن أيضا تقديره بسبب أنه كان يعلم بالمؤمن السعيد من الكافر الشقي وليس تقديره سببا لجبر الناس على الإيمان أو على الكفر لماذا يقدر؟ لأنه لا شيء يقع في هذا الكون إلا بقضاء وقدر من الله كما مر تفصيله كل شيء بقضاء وقدر من الله فالله يقدر كل شيء وكل ما يقع في هذا الكون ومن جملة الأفعال الاختيارية للعباد هي بقضاء وقدر من الله لكن هذا القضاء والقدر لا يوجب جبر هذا الإنسان والإمام في هذا الحديث يبين جانبا آخر وهو أن الإنسان إذا بحسن اختياره أطاع الله سبحانه وتعالى الله يوفقه ويسهل عليه الاستمرار في الطاع وإذا الإنسان بسوء اختياره عسى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يصعب عليه الطاعة مو أنه يجبر على المعصية لأن الله حينما يرى أن هذا الإنسان ليس قابلا للهداية يقطع لطفه عنه فإذا قطع لطفه عنه صعبت عليه الطاعة طبعا حتى في علم النفس الحديث شبيه هذا الأمر ثابت أن الإنسان إذا عود نفسه على شيء يسهل عليه هناك بعض الناس معود نفسه أن يستيقظ فجرا فلذا حينما يحين الفجر بسهولة يستيقظ واحد ما معود نفسه إلا أن يستيقظ ساعة عشر صباحا مثلا هذا إذا فد مرة يريد يستيقظ في الفجر هذا صعب عليه لأنه غير متعود عليه ذاك الرياضي عود نفسه على الرياضة اليومية هسه اليوم بسهولة يمارس التمارين الرياضية وألعابه الرياضية زيان ذاك اللي ما معلم نفسه على الرياضة ولا يمارس التمارين الرياضية الجسمه مو متعود على ذلك إذا أراد أن يقوم بالرياضة يكون صعب عليه الإنسان الذي أطاع الله سبحانه وتعالى يتعود على الطاعة والله سبحانه وتعالى يستمر في هدايته وإنزال الألطاف الخفية عليه يوفقه كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم لكن الإنسان الكافر لم يعود نفسه على الطاعة الإنسان العاصي لم يعود نفسه على الطاعة الله ما يقطع مننا الألطاف في البداية لكن بسوء اختياره يوصل إلى مرحلة مقابل للهداية وليس من الحكمة توفيقه وليس من الحكمة هدايته لذا الله يختم على قلبه ختم الله على قلوبه وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة يعني شنو الخاتم؟ يعني يقطع الألطاف عنه طبعا عند قطع الألطاف عنه هذا ما يصر مجبور على المعصية ولا يسلب الإختيار حتى يكون عقابه على المعاصية المستقبلية يكون ظلم لا هو باختياره يقوم لكن الطاعة صارت عليها صعبة فلذا يتركه هذا خلاصة هذا الحديث الشريف احنا في الحلقة الماضية شرحنا مقاطع من هذا الحديث وفي هذه الحلقة نذكر كلام الإمام عليه السلام ونبين المعنى حسب ما شرحناه الإمام يقول فلما حكم بذلك يعني قدر عذاب أهل المعصية بأعمالهم السيئة وقدر عدم عذاب أهل الطاعة بسبب أعمالهم الحسنة وَحَبَ لِأَحْلِ مَحَبَّتِهِ القوة على معرفته الله يدري هذا خوش إنسان وبدأ بالإطاعة الله يزيد هداية يقوي على المعرفة ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله يعني التكليف الشاق الله يرفع المشقة عن أهل الإيمان تشوف طول عمره يصلي صلاة أصل فجر في وقتها صعب الناس نائمة خاصة في هذه الأزمنة بسبب وجود الطاقة الكهربائية والوسائل التي تشتغل بالطاقة الكهربائية كثير من الناس يسهرون فيكون صلاة الفجر صعب عليهم أما هذا إنسان المؤمن نشوفه بكل سهولة يضع على المنبح فلما هذا المنبح يرن يقوم للصلاة مثلا وهكذا عندما يريد يدفع الخمس بكل سهولة يدفع الخمس ما يفكر أنه أنا تعبت لسنة وكذا وصافرت وتاجرت وجمعت كم فلس الآن كيف 20% أدفع مننا مثلا بكل سهولة يدفع الخمس بكل سهولة يدفع الزكاة ما يفكر أنه أنا ربّت هذه المواشي هذه المحاصيل الزراعية تعبت عليها كذا كيف أدفع زكاتها بكل سهولة يدفع ذلك لماذا؟ لأنه أطاع الله فالله سبحانه وتعالى مشقة العمل يرفعه ما يرفعها عن كاهله فأيضاً فأيضاً يعرفه نفسه ويسهل عليه الطاعة ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم أما في المقابل أهل المعصية الله وهبهم منح منه القدرة هذه القدرة التي للإنسان هذه منح من الله لكن الله منحها للإنسان ليستفيد منها في الطريقة الصحيحة في أن يكد ويعمل ويطلب الرزق وأن يصرف هذه الطاقة في طاعته هذه القوة في اجتناب معصيته فهذه القوة هي بالأساس هبة من الله لكن المشكلة أن هذا العاصي هذا الكافر صار من مصادق هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار كما يقول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم أو فلما استد ساعده رماني من السداد وكم علمته علم القوافي فلما قال قافية هجاني يعني الآب هذا الشاعر أب علم ابن الرماية لماذا علمه الرماية حتى يدافع عن نفسه يدافع عن أهله لكنه بدال ما يرمي الأعداء رمى الوالد وقتله علمه الشعر لكي يبين يبين محاس قومه ويهجو الأعداء مثلاً لكن هو هجى والده الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة لهذا العاصي لكي يطيع لكن هو بسوء اختياراً بدل هذه النعمة إلى نقمة لذا الإمام يقول ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم يعني هو قادر أن يعصي هذا الذي ينظر إلى ما حرم الله كيف تمكن من النظر إلى ما حرمه الله لأن الله أعطاه العين هذا الذي استمع إلى ما حرمه الله كيف تمكن من هذه المعصية لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه السمع هذا الذي بلسانح عصى الله سبحانه وتعالى كيف يعصى الله لأن الله أعطاه القدرة على الكلام وهكذا ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم يعني هذا مو معنى أنه هؤلاء مجبورون على المعصية لأنهم لو كانوا مجبورين على المعصية لبطل الامتحان ولبطل العقاب ظلم يصير لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة ليطيعوا لكن في الوقت نفسه يتمكنون من المعصية لأنه لما يتمكنون من المعصية أيضا بطل الامتحان يعني إذا كل الناس مجبورين على الطاعة الامتحان أيضا يبطل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الله يتمكن من أن يكره الناس على الإيمان لكن هذا خلاف الحكمة الحكمة في الامتحان ومعنى الامتحان أن الإنسان يتمكن من الطاعة ويتمكن من المعصية لأنه لأنه لما يتمكن من المعصية خلص يعني مجبور على الطاعة لأن القدرة لا تتعلق بطرف واحد القدرة تتعلق بالطرفين تتمكن من الفعل أو الترك ذلك الوقت تصير قادر لكن واحد فقط يفعل لا يتمكن من الترك هذا ليس قادر ليس قادرا وإذا فقط الترك لا يتمكن من الفعل هذا ليس قادرا فلا معنى لتكليفه أصلا لسبق علمه فيهم يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بأنه هؤلاء الحكمة في خلقهم مختارين ومنعهم إطاقة القبول منه الله كلفهم وأمرهم ونهاهم لكن لسوء اختيارهم سلبهم التوفيق مو أنه أجبرهم على المعصية أو أجبرهم على ترك الطاعة كلا ومنعهم من إطاقة القبول من هذه الطاقة هنا بمعنى الطاقة العرفية وليس القدرة العقلية وإحنا بعض الأحيان العمل الصعب نقول لا نطيق هذا العمل يعني يعني أفرض رجل كبير عمره 90 سنة في شدة الصيف هل يمكن أن يكلف بالصيام نعم صوم حتى إذا متت فيتمكن من الصيام ولكن ماذا نقول نقول لا طاقة له في الصيام يعني فيه مشقة شديدة عليه فحينما نقول لا طاقة له ليس بمعنى أنه لا قدرة عقلية له يعني عاجز عجزا مئة بالمئة يكون مكرح على الطرف المقابل مجبور على الطرف المقابل إذا هكذا صار بعد التكليف ما إلا معنى أما هؤلاء أهل المعصية الطاعة عليهم صعبة من جهتين الجهة الأولى أنهم لم يتعودوا على الطاعة وإنما تعودوا على المعصية بسوء اختيارهم ومن جهة أخرى أن الله منع الطافه عنهم ما يسهل عليهم لسوء اختيارهم فوافق ما سبق لهم في علمه ولم يقدروا بالقدرة العرفية لا بالقدرة العقلية ولم يقدروا أن يأتوا بحالا تنجيهم من عذابه لماذا لأنهم بسوء اختيارهم سببوا أن الله يقطع اللطف عنهم هو إلى اللحظة الأخيرة يتمكن من الإيمان مو أنه عاجز عن الإيمان لكنه لا يؤمن الإيمان بالنسبة إليه صعب جدا لذا تشوف فرعون مثلا إلى اللحظة الأخيرة كان يتمكن مع الإيمان ولذا في لحظة الغرق حيث لا ينفع الإيمان لأنه في لحظة الاحتضار التوبة غير مقبولة كما في القرآن الكريم وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار التوبة إلى حين الاحتضار أما الإنسان إذا وصل إلى حالة المعاينة يعني بدأ يعاين ملك الموت يعاين عالم الآخرة فبصرك اليوم حديد بعد ما كتوبة خلص وهذه اللحظة قبل الموت أو تاب بعد الموت لا تقبل هذه التوبة زين فرعون في لحظة الاحتضار قبل الموت بلحظات توبتك مو مقبولة معنى ذلك أنه كان يتمكن من التوبة لهو وهم كان يتوب قبل أن يدخل في البحر اتباعا لموسى ومن معه إذا كان يتوب الله سبحانه وتعالى فاتح باب التوبة غافر الذنب وقابل التوب لكن لم يتوب إلا في لحظة الاحتضار لذا هذه التوبة لا قيمة لها الشاهد أنه كان يتمكن لكن بسبب السوء عمله ما كان يتوب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يدري مية بالمية أن موسى حقيقة أن معاجز موسى هي من الله سبحانه وتعالى لذا حتى موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المعاجز وأنت تعلم بذلك لكن هوى النفس يمنعه هل كان مجبور لا الله سبحانه وتعالى قطع ألطافه عنه لماذا لأنه استكبر فلذا فوافق ما سبق لهم في علمه ولم يقدروا يعني صار ما شق عليهم صعب عليهم أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه لأن علمه أولى بحقيقة التصديق الصدق من معانيه مطابقة الواقع علم الله الأزل مطابق للواقع الله من الأزل يعلم بكل من يؤمن وبكل من يكفر لكن علمه ليس سببا لاختيارهم هم بسوء اختيارهم يختارون شيء والله سبحانه وتعالى من الأزل كان يعلم بهذا الاختيار ولو كان يختار ضده الله من الأزل كان يعلم ه أيضا لأن علمه أولى بحقيقة التصديق وهو معنى شاء ما شاء وهو سره لماذا الله قدر العذاب لهم قبل أن يخلقهم لأنه يعلم بأنه سيموتون على الكفر لماذا الله سبحانه وتعالى قدر الجنة للمؤمنين لأنه يعلم بأنهم سيموتون على الإيمان لماذا شاء سعادة المؤمنين وشاء شقاء أهل العصيان لأنه يعلم وعلمه يتحقق بدون أن يكون مجبورين وهو سره هذا الأمر من الأسرار العقائدية التي خفيت على كثير من الناس لذا صاروا مجبرة يقول أن الله قدر فإذن لا يتخلف تقدير الله سبحانه وتعالى فالناس مجبورين أن يمشون حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى ثم عقابهم على ذلك هذا الظلم وهذا مما يدركه العاقل هذا بالنسبة إلى الحديث الثاني من باب السعادة والشقاء الحديث الثالث في هذا المضمار مضمار السعادة والشقاء أن الأمور بخواتيمها يمكن واحد طول عمر في كفر وفي معصية لكنه قبل أن يموت يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة وبعد ذلك يموت هذا يكون من أهل الجنة بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وآله من الأنصار أسلموا في العام الأول من الهجرة أو قبل العام الأول واستشهدوا في معركة بادر يعني سنتيا هو رجل كبير السنة سبعين سنة ثمانين سنة عمره قضاه في الشرك لكن ثلاثة سنوات سنتيا آخر عمره آمن واستشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ووصل إلى الدرجة الرفيعة وبالعكس يوجد ناس قضى عمره في الطاعة لكن في مفصل تزل قدمه بسوء اختياره فيكفر ويموت كافرا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك في بعض التفاسير مذكور قصة هذه الآية أن عابدا في بني إسرائيل طول حياتك كان يعبد الله سبحانه وتعالى ثم زل زل أتبعتها زل أخرى وافتضح أمره وصلب في لحظة الصلب جاء الشيطان في لحظة قبل احتضاره قبل موته قال له أسجد لي وأنا أنقذك قال كيف أسجد لك وأنا مصلوب قال أومئ بعينيك أو بعينك الإيماء فأومئ بعينه ساجدا للشيطان بعد سجوده للشيطان حانت منيته ومات وشيطان تبرأ منه الله سبحانه وتعالى يعلم من الأزل أن هذا سعيد يمكن هذا الإنسان سنوات طويلة في كفر ومعصية لكن قبل ما يموت يوفق للتوبة ويسعد طبعا توفيق للتوبة وسعادته أيضا ليس بدون سبب هناك أسباب بحسن اختيار هذا الإنسان لعل هذا الإنسان الكافر العاصي عمل عملا من عمل الخير الله سبحانه وتعالى نظر إليه بنظرة رحيمة بسبب عمله الخيري ويوجد إنسان طول عمره قضاها في الإيمان قضاها في الإيمان سنوات عمره قضاها بالإيمان والطاعة لكن في مفصل من مفاصل الحياة ينحرف وأيضا هذا إنحراف بسبب سوء اختياره لعله عمل عملا سبب أن الله سبحانه وتعالى يسلب التوفيق منه ويموت وهو كافر الإمام الإمام الصادق يقول يسلك بالسعيد في طريق الأشقياء السعيد يعني الذي يعلم الله سبحانه وتعالى ومعن 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 تشوف الشيطان يسلك بهذا الإنسان في طريق الأشقياء حتى يقول الناس ما أشبهه بهم هذا شبيه بالأشقياء بل هو منهم أصلاً من الأشقياء ثم يتداركه السعادة يسعت وقد يسلك بالشقي في طريق السعداء الله سبحانه وتعالى يسحب هذا الإنسان في طريق السعداء بل كي يهتدي يستمر في الهداية حتى يقول الناس ما أشبهه بهم بل هو منهم ثم يتداركه الشقاء مثل بلعام بن بعورة ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض بسوء اختياره الله آتاه آياته لكن بسوء اختياره أراد أن يستفيد من تلك الآيات من الإسم الأعظم لمحاربة موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يستفيد من آيات الله لمحاربة نبي الله فلذا الله سبحانه سلبه تلك الآيات فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث وقد يسلك بالشقي في طريق السعداء حتى يقول الناس ما أشبهه بهم بل هو منهم ثم يتدارك وهو الشقاء مثل إبليس هو من الجن لكن كان خليط بالملائكة وكان يعبد الله سبحانه وتعالى بآلاف السنين لكن في الامتحان سقط إن من كتبه الله سعيدا وإن لم يبقى من الدنيا إلا فواق ناقة ختم الله ختم له بالسعادة يعني الله يختم له بالسعادة يعني إذا ما باقي من حياته إلا بمقدار فواق ناقة شنو هو فواق ناقة الناقة تحلب ثم يترك حلبها لساعة حتى يدر اللبن مرة أخرى فيجيبون فصيل الناقة حتى لا تمتنع من اللبن فيرضعها قليلا ثم يحلبون الناقة مرة أخرى الفاصل بين الحلبة والحلبة الأخرى هذه ساعة مثلا تسمى فواق ناقة وقيل وقيل أنه الناقة حينما تحلب الحلبة كل مرة يكون ضغط على الضرع من فوق إلى تحت هكذا هذه حلبة إلى أن تصل الأصابع إلى نهاية الضرع ثم هذا الحلب مرة ثانية يرفع إصبع إصبعيه ليحلب مرة أخرى هذا الزمان القول الثاني يقول هذا هو فواق الناقة القول الأول يقول فواق الناقة بين حلبة وحلبة أخرى ساعة مثلا هذا يقول لا بين حركة يد مرة وبرة أخرى يعني إذا لم يبقى من الدنيا إلا مقدار قليل هذا مثل في القلة فواق ناقة يعني قليل جدا في اللحظات الأخيرة يؤمن هناك حديث من الأعراب سمع بأن الرسول صلى الله عليه وآله ظهر وهو رسول الله فجاء فالتقى بالرسول لسا الرسول كان يروح إلى مكان أو يرجع من مكان وهو على ناقة وهذا الشخص على ناقة وعلى فرس فسأل الرسول أنت رسول الله الله دزك الله أرسلك قال رسول الله نعم قال زيان أنا أتبع دينك كيف أتبع دينك فالرسول علمه الشهادتين فتشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تحرك ناقته أو تحرك فرسه وسقط عن الناقة أو الفرس سقط على أم رأسه فخر ميتا يعني بين إسلام وبين موت دقيقة دقيقتيان دقائق معدودة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه من أهل الجنة لأنه آمن زيان هذا ما صلى ما صام ما حاج ما كذا ما فعل طاعات ما كان تكليفة لأنه لا كان يعيش حين وقت الصلاة يحين وقت الصلاة يصلي لكن ما عاش لكنه أسلم لذا هو من أهل الجنة وإن لم يبقى إن من كتبه الله سعيدا وإن لم يبقى من الدنيا إلا فواق ناقة ختم له يعني ختم الله له بالسعادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يجعلنا من السعداء هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة